موسيقى ندعوكم مشاهدين لرحلة جديدة في بحور الفن والأدب والثقافة لنخرج بثلاث حكايات ستبقى خالدة في نفوس من عاشها بتفاصيلها مبدعون رسموا طريق النجاح بجهد ومتابرة خدمة للحركة التنويرية المعاصرة فتابعونا موسيقى النظر المسرح من الفنون الحية المتغيرة رغم عمقها التاريخية ولكنها تركز على قيم ومفاهيم ثابتة يقف في طليعتها تلك الرسالة الإنسانية التي تحمل بين طياتها تطلعات الشعوب وأمالهم والتحديات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي توجه الوطن الذي يجمعهم برلمان والنساء عمل مسرحي وضع على عاتقه حمل هذه الرسالة ليقف في خندق واحد مع شعب عنا ويعاني الكثير برلمان جسدته مجموعة متطوعات من أبرز نجمات المسرح العراقي برسم وتخطيط وأفكار مهندسة إبداع لها من الخبرات ما لا يحصى ولا يعد بحث برلمان النساء عن الحقائق فأراد بلورتها بتقنية محترفة لإذاحة أوجاع وآلام نهشت ولا زالت بجسد العراق ولكن هناك من يسعى للحيلولة دون اصدار أهم قرارات هذا البرلمان بحث برلمان تجيه بطريقة دموقراطية التقاط وتصريف تصريف الشفاتية عالية عالية في الدقة على الطريقة السيدية وإحنا شريف غارة دموقراطية عن جسر تقاطي أحدادة دموقرافية نخلطها ويشوي شفاةية ونظيفلها في الغدين وحرية التعبير وحرية الرام الدكتورة عواطف نعيم ممثلة وكاتبة ومخرجة ولدت في مدينة بغداد في منطقة فضوة عرب باب الشيخ تدرجت في الدراسة الاكاديمية الفنية فحصلت على شهادة الدبلوم من معهد الفنون الجميلة ثم البكالوريوس عام 1988 والماجستير عام 2000 فالدكتورة عام 2004 عملت في جميع مجالات الفن المسرحي وتلفزيوني والإذاعي والسينمائي فقدمت العشرات من النصوص الدرامية كتابة وإخراجا شاركت في أغلب المهرجانات المسرحية الدولية في القاهرة وهولندا وإيطاليا وألمانيا وتونس والإمارات وغيرها فحصلت على أعلى درجات التمييز ونالت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية إذا كان لابد من الحديث عن المسرح العراقي لابد من الحديث عن المسرح بشكل عام المسرح هو فن المغامرة فن الاكتشاف فن الاحتجاج فن المواجهة لما أراد الأغريق لما الأغريق الذول العظماء اللي هم مكتشفي المسرح لما أرادوا أن يكون هناك برلمان للديمقراطية وأن يكون هناك ديمقراطية حقيقية في أثناء افتكروا المسرح فالمسرح برلمان ديمقراطي نحتج ونحرط ونغير وننور من خلاله كما أنه نمتع ونجمل الحياة من خلاله أنا اختارت برلمان النساء لأني اقتربت بالنبض الشارع العراقي أنا دائما في أعمالي أحاول أعرف ماذا يريد الشارع العراقي ماذا يريد الإنسان العربي ما هي مهمة المسرح أن يوجه الضو ويسلط بقوة على السلبيات الأخطاء أن شخصها ويمتلك الجراء أن يعريها فأخذت برلمان النساء وهو عمل لأرستوبان استحضرت وعمر آلاف السنوات وجبت من الزمن الغريق للزمن المعاصر الحالي في هذا الزمن وبدأت أقرأ أخرى عراقية أقدر بيها أسقط وأول ما يحدث على خشبة المسرح هو تعبير عن ما يحدث ومعارض لما يحدث في البرلمان العراقي وهي مهمتي هاي مهمتي كمسرحية كمثقفة كامرأة عراقية كفنانة عراقية تؤمن أن المسرح والفنون هي صمامات أمان لحماية الأوطان لذلك قدمت برلمان النساء على خشبة المسرح الوطني العمل حتى قبل ما نتكلم لازم نتكلم عن نقطتين مهمة أولا العمل مجاز كنص مسرحي من دائرة السيناما والمسرح ومن الفرقة اللي يرأسها المدير العام فريق إجازة النصوص يرأسها المدير العام لأننا كنا نجد أن نشتغل تحت لواء منضمين تحت لواء بغداد عاصمة للثقافة كيف تنهض بالمسرح العراقي واثنين من لجنة المشاهدة اللي أيضا يرأسها مدير عام الدائرة هاي اثنين ثلاثة لعمل عرض على خشبة المسرح الوطني وبحضور جماهيري كبير وكان هناك صدى وتفاعل للجمهور مع هذا العرض النقطة المهمة أنه العرض لم يملك أحد منهم الجرأة على أن يمنع العرض يعني إحنا في زمن ديمقراطية يفترض إحنا كسرنا كل مجاذي في الرقابة الأمنية أبعدناها إحنا في زمن نعبر به ونقول عن الكلام والأخطاء ونشخصها ونتلافى وجودها ونحاول أنزيحها لازم يكون متنورين بهذه القدرة أن يمنع عمل ولا يمتلك صاحب المنع وصاحب أبداء الرأي في المنع ما يمتلك الجرأة على مواجهته وإنما يدعي أنه المنظومة الكهربائية في اليوم الثاني للعرض عطلت وتعطلت فهذه هي طعمة كبرى مسؤول مسؤول جابت المحاصصة فرضت في موقع ومسؤول آخر في الوزارة برتبة وكيل وزارة جابت المحاصصة وليسوا لم يكون هؤلاء الاثنين لم يكون أهلاً لقيادة حركة مسرحية عراقية لأنهم لا يمتلكون الحس الجمالي والفكري ولا يمتلكون فهم واسع لمفهوم الفنون والثقافة في الإزاحة في التغيير في التعليم في التنوير في الاحتجاج في التحريض هؤلاء برلمان هذا المسلح برلمان هؤلاء لم يمتلكون لأكل محاصصة المقيتة فرضتهم علينا ونحن خضعنا واستكانينا وصبرنا وقلنا الله يعين الصابرين خلنا نتحملهم وكانت كارثة كبرى أن عمل عراقي في زمن الديمقراطية في زمن الحرية في زمن العالم المتغير في زمن قمع وبيت ديكتاتورية يمنعون عرض ولا يمتلكون الجراء على منعه بالمواجه وإنما يعطرون المنظومة الكهربائية أعتقد العفوهاية في المسألة كانت مضحكة وهزيلة وتمثل الأشخاص اللي اتخذوا هذه الخطوة منع العرض المسرحي طبعا أصابني بخيبة كبيرة لأني قدمت أعمال خطيرة في الزمن الديكتاتوري قدمت بيت الأحزان وكان عملا خطيرا تحريضيا قدمت يا طيور وكان عملا تحرضيا من على خشبة مسرح الرشيد قدمت فوق وكان عمل حتى الجهات الأمنية حاسبتني عليه ثم أفرجت عن العمل وخلتها يمشي حتى لا ثير لغط قدمت أعمال حتى في بعض التغيير قدمت أعمال مهمة وهنا أعتبرها مهمة المسرحي مهمة المثقف مهمة الفنان أن ينور ناسه ويكون لسانهم وضميرهم قدمت دائرة العشق البغدادية قدمت جنون الحمائم قدمت أعمال أنا والعذاب وهواك أعمال مهمة على خشبة المسرح العراقي في المسرح الوطني ومن ضمن هذه الأعمال قدمت برلمان النساء وأنا متفائلة وأنا سعيدة بدليل أنا أول يوم قدمت بحضور جماهري كبير ثاني يوم مع العرض كان الحضور الجماهري بتوقف بره كانوا خارج المسرح ينتظرون العرض كان جمهور غفير حاضر حتى يشوف العرض اللي يسمع عنه وسمع عنه أصداء بالليلة السابقة طلعت أنا اعتذرت من الجمهور قلت لهم أنا آسفة هناك خطأ كما تقول إدارة المسارح ولا إدارة الدائرة أنه هناك خطأ وهناك مشكلة في المنظومة الكهربائية فإحنا ما رح نقدر نعرض اليوم قالوا ممكن تعرضين بكرة بعد بكرة حتى نيجي قلت لهم أنا ما أعرف الأمر منوت بالإدارة وأصحابها والقائمين على هذه الدائرة أنا في حل أنا قدمت عرضي لليوم الأول ومن حسن حظي أنا كنت من الذكاء وهاي طبيعتي وعاتي صورت العمل كاملا وكنت أيضا قد صورت المشاهدة لما انحضرت لجت المشاهدة كنت قد صورت ما دار من نقاش كاملا وعندي موجود بالتاريخ وثيقة هاي وصورت العرض لما صار المنع اليوم الثاني كان العرض عندي مصور فنزل على يوتيوب نزل والناس كلها شافت ومتلقته وصار ضجة بالصحافة العراقية أنه كيف يتمع منع عرض هو مجاز من لجنة مشاهدة ومجاز من لجنة قراءة نصوص شن المبرر هل هو ضد دكتورة عواطف نعيم هل هو نوع من تحدي إلها أم هو خوف من رسالة العمل التي شخصت عيوب وخطاء البرلمان ما هي التظاهرات الـ 2011 والتظاهرات الآن الحالية كلها كلها تشخص وتشير للفساد في الحكومة العراقية وفي البرلمان العراقي يعني شون نحبس الشعب كله نلقي القبض على الشعب كله ونمنعه نمنع التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات نمنع أي واحد متنور يقول هذا خطأ وهذا السلبي إذن كيف نحن نصحح المسيرة كيف نتم الإصلاحات إذا لا نملك الجرأة لا نملك الجرأة حتى من على خشبة بسرح عراقي أن نقول هناك أخطاء كيف نواجه الفاسد إذا لم نقول أنه أنت فاسد يا سيدي كيف نواجه الخاطئ الذي يبوغل في فساده وفي دمه وفي نهبه وفي استباحه للعرض العراقي والكرامة العراقية كيف نقول أنت قد استبحت يا سيدي كل هذه الأشياء التي هي مقدسات كيف نقول لها إذا نمنع عرض مسرحي ونمنع فنانة مسرحية أن تقول كلمتها لكن مع ذلك وين كان العزاء؟ كان العزاء لما وصلتني رسالة عن طريق الإيميل من جامعة نيويورك تدعوني للحضور إلى واشنطن أول مرة أنا أعرف أنه هناك دعوة وهناك من يراقب وهناك من يسمع وهناك من يقرأ فوجئت بالدعوة من منظمة اسمها منظمة في نفس المكان تقولها سيدات متعلمات متنورات أمريكيات ومعاهم عرب دعوني لألقي محاضرة عن المسرح العراقي في زمن الأزمات برلمان النساء نموذجاً دفعوا كل تكاليف الرحلة وذهبت معززة مكرمة وجلست بين مجموعة كبيرة من فنانات وأساتذة وفنانين وأستاذات في مجال الفن المسرحي وكنت معي السيدي وأعرضت العمل وتحدثت معهم عن العمل وتحدثت عن المسرح العراقي وتحدثت عن هذا العمل بالذات لكل سيدات كانوا يعرفون أرستوانسي يعرفون لعبة المسرح وقارين النص ويعرفون من زمن الأغريق عجبتهم جداً الفرجة المسرحية واللعبة المسرحية في هذا العرض المسرحي واستغربوا أن يمنع هذا العرض في بلد يفترض يكون الآن الحرية والانفتاح وسماع الآخر والانفتاح للآخر واحترام رأيي الآخر هو ما يدور به في الزمن الديمقراطي كان عندي هذا عزاء كبير والعزاء الأكبر لما هؤلاء بعد أن أعفوا من مناصبهم سبحانك ربي أن الدائرة تدور لا يدوم هذا الكرسي لأحده هذا الكرسي كرسي متحلق كرسي السلطة لا يدوم لأحد كرسي متغير فعليك أن تدرك أنك إذا كنت هنا اليوم فبكرة بغير مكان آخر لأن هذا الكرسي لو داما لغيرك لما وصل لك فتغيرت الموازين وطلب مني أحدهم هل بإمكانك دكتورة أن تعيدين هذا العرض على خشبة المسرح مرة ثانية معززة مكرمة كما تحبين أنا رفضت عندما تتردد كلمة الإسرار والتحدي فألم أنك إذا قدرة خلاقة لها مشروع طموح فهي تحمل الكلمة سيفا لها في مخاربة الجل والتخلف وتحمل حيثيات الصبر والتفاني عنوانا في مقدمة مسيرة الإبداع بمجهود فردي قل نظيره يصار عباس الخفاجي أمواج البحر العاتية وتحديا كل الظروف الصعبة وكل العقبات التي وجدت في طريقه ووضعت أمام أحلامه وطموحاته وضحيا هو وكادره بكل المواطيات الإنسانية التي يتمتع بها الآخرون وضعين جهدهم ووقتهم على طاولة العشاء الأخيرة عمل أرد له البعض أن يولد ويموت في الظلام رغم أن عيون ترصد الجوانب الإبداعية أينما حلت وارتحلت ولكن كان لربانها أن يكون دائما البحث عن عيون أخرى تطالعه في عشائه الأخيرة حكاية يروي تفاصيلها عباس الخفاجي أنا أحساس الصحفي أنا أفضل من الحارس أنا أعزيز وجل أمي أمنوا حراب عليكم بعد ما أقدر أخطينا كده إذا تنفس حراب عليكم لا لا بعد ما أقدر ما أقدر عباس الخفاجي كاتب ومخرج مسرحي ولد في بغداد عام 1962 حاصل على شهادة الدبلوم من معهد الفنون الجميلة بغداد أضو نقابة الصحفيين العراقيين أضو اتحاد الصحفيين العرب أضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين أضو نقابة الفنانين العراقيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيون للثقافة والفنون أتله العديد من المشاركات في المهرجانات الدولية أبرزها مهرجان عمان لمسرح الأطفال الخامس عام 2004 مهرجان أصيلة الدولي لمسرح الأطفال الثانية عام 2005 كما مثل في العديد من الأفلام والمساسلات التلفزيونية أبرزها فيلم حلم والزنزانة وفيلم حب وحرب وقام بإعداد برامج ثقافية وفنية في الإذاعة والتلفزيون المسرحية تتناول بشكل صور واقعية لواقع المجتمع العراقي ما يمر به هذه اللحظات أو هذا الزمن يعني الزمن من السقوط إلى حد 2015 هذه صارت حقبة زمنية أخذناها بالصورة ووثقناها على المسرح يعني صورة ممسرحة أخذت طابع المسرح السونغرافية أعتقد أعتقد أنها ليست جديدة على المسرح بس فيها فتش غريب أنه الموثل يتعامل مع المسرح مع الصورة ومع السونغرافية في آن واحد يعني حركة وية ما موجود على المسرح من التقنيات هذه كانت متأبة للموثل ومتأبة للتقنيين كان في بدي وفي بالي أنه الخيال الذي كنت أعمل عليه هو المسرح الوطني لكن المسرح الوطني لأغراض شخصية حاولوا إبعاد المسرحية من المسرح الوطني إلى المسرح الرافدين عموماً إحنا تحدينا هذه وقدمناها على المسرح الوطني رغم المسرح الرافدين لا توجد فيه تقنية عالية خلينا المسرحية تكون قريبة إلى المشاهد وأعتقد أنه باتجاه عباس الخفاجي لأنه عباس الخفاجي يقدم أشياء أعتقد أني حسيتها في مهرجانات مسرح الطفل والمؤتمرات التي قمت بها في دارة السين المسرح آنذاك من 2005 إلى 2007 أربع مهرجانات وثلاث مؤتمرات أحسيت أن هذه هي محاربة شخصية وهذه المحاربة برول صارت بها نضج عندما قدمت هذه المسرحية أعتقد أنه خلاف شخصي لم أرد أن أقدم هذه التجربة وأعتقد أن بعدما قدمت هذه التجربة على المسرح الرشيد لا أحد أتحدث عنها فقط جريدة المدانة نشرت موضوع نقدي للدكتور عقيل مهدي كان هو تفسير لهذه المسرحية وما أرادت أن تقوله هذه المسرحية إلى المتلقي داب الأكس هاني هي مو بسابي أنه قادرت سن المسرحية تبنتها بالبداية تبنت إنتاجها ودليل على ذلك أنه بقينة ثلاثة شهر نحن نتمرن يعني ما أحد قال يا بكر هذه المسرحية لازم لا ترضع المسرح الوطني المسرحية تمت مشاهدتها خمس مرات وهذه المسرحية المحيدة لأنها تشاهد خمس مرات وخمس لجان عموما تم صرف إلها ميزانية خاصة ألغيت هذه الميزانية وكل اللجان المشاهدة تغيرت وهذا الإصرار خلاني أنه أتأخذ المسرحية تقدمها المؤسسة وتبنيت كل إنتاج المسرحية على حسابي من أصدقائي المقربين هم تبنوا قضية الإنتاج فطلعت إلى النور هذه المسرحية وإنها لاقت جمهور جيد والمسرحية طولت حوالي أسبوع تقدم على مسرح الرافدين بجمهور تملأ القاع موسيقى هي تناقش الجانب السياسي تناقش إمرأة مستلبة مرة يعني هذه اللي صارت على ما دار في العراق من اختصابات وبالأخص هي ناقشة موضوع اليزيديات وسبايكار نحن كانت بغداد تعج بالتظاهرات في ساعة التحرير نحن كنا نتمرن هذا التمرين نحن نعتبر نفسنا مشاركين في هذه التظاهرات من خلال تقديم هذا العرض نحن كنا يوميا لا نذهب إلى مظاهرات حتى نقدم هذه المسرحية بالأكس هو هذا الجانب السياسي اللي طغع المسرحية المسرحية ناقشت أمور عديدة يعني ناقشت موضوع الشباب موضوع الهجرة موضوع الاختصاب موضوع الاستلاب قضايا هواية يعني ناقشت من السقوط إلى حد 2015 هاي الحكمة التاريخية اللي مرت بالعراق بالأكس المسرحية تؤنظ في أي وقت بس كنت توفرها المناخ الملائم الجو الملائم التقنية العالية هي تحمل تقليع تقنية عالية يعني مما تحصرها في مسرح لا توجد فيه تقنية العلاقة التي تربط الفنان بالطائر الزلية منذ القدم فكلهما يبحث عن المأوى الذي يجد فيه ظلته أنها علاقة حميمية بين الوجود والمكان ونختلف الزمان فالقصد واحد وبكلمات مونى مرعي نتدى الحكاية لنفض آخر أنا أرسم سلمي لأصل لظوء الحقيقية سلمي فيه صعود فقط ولا يساعن النزول ثانية ومن معي وحولي هم أخصان مصابيح ولكن فيها غصن يحمل المصواح الأبيض المضي وفيها غصن يحمل المصباح الأسود الحالك أجد فيها من يونير لطريق الصعود مونى يحيى مرعي فنانة تشكيلية حصلت على شهادة الدبلوم من معهد الفنون الجميلة بغداد فنون تشكيلية عام 1995 وبكالوريوس فنون جميلة عام 1998 رئيسة قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة عام 2004 رسامة كاريكاتير لجريدة العراق عام 1997 شاركت في العديد من المعارض أهمها معرض الفنانين الرواد في مركز الفنون عام 1997 ومعرض مشترك في المركز العراقي البلجيكي في بلجيكا عام 2011 المعرض الشخصي السادس ما بعد الآخر قاعد حوار بغداد 2015 والمعرض الشخصي السابع نبض آخر جاليري لبنان بيروت المعرض الشخصي السابع المعرض الشخصي السابع بالفاصل كنت ناوية أسوي هذا المعرض وكنت حابة أنه يكون إلي وقع أو نبض في بيروت مع أنه سويت معارض كثيرة في عمان وفي بغداد وفي باريس كان إلي مشاركة لكن كنت حابة أنه بيروت مدينة الجمال أنه يكون لي إلي حضور فبعدين تقدمت لي دعوة من قاعة حوار هنا ببغداد أنه أسوي المعرض وفعلاً سويت المعرض السادس اللي كان بتحت عنوان ما بعد الآخر فحولت إلى بيروت وضفت له بعض الأعمال معروف عني أنه أنا أجرب باستمرار فكل معرض إلي تجربة تختلف عن الأخرى فحولت إلى بيروت وغيرت اسمه إلى نبض آخر الاسم بفلسفة رمزية معينة أنا كل اسم بمعارضي إلى فلسفة خاصة فلسفتي هي أنه كان عجبني أن يكون إلي نبض في بيروت نبض لوني، نبض تعبيري، نبض دواخل فنانة عراقية تنبض في بيروت فهذا كانت الفكرة العامة من المعرض طبعاً أنا دائماً في أشياء أحب يعني الأشياء تكون عندي قدرية مسيرة أحياناً لكن هذا ما يمنع أنه أنا عندي طموح جداً قوي بحيث هذا الطموح حتى حارمني من الإحساس بالسعادة دائماً أقولها في لقاءاتي مع أصدقائي أقول اللي الطموح كثيراً يكون ما يحس بالسعادة لأنه كل ما يسوي شيء كل ما يبدع في مجال ما كل ما الطموح هيكبر أكثر فبالتالي يكون الطموح يحسس بأنه هو بعد ما يسوي شيء فهذا الموضوع فعلاً أنا كنت حابة أن يكون إلي وقع في بيروت لأن هي مدينة الفن والجمال مثل ما قلنا فبعدياً الموضوع إجا بطريقة ربي يسهلها إلي أنه يكون لهذا الوجود في بيروت أنا كنت ناوية من زمن لكن كنت مأجلتها لأنه كنت ناوية أسوي لي اسم ووقع في بلدي أولاً وفعلاً خلقت هذا النوع من الوجود في بلدي وبعدها بديت أطور الموضوع إلى عمان وإلى بيروت وفي دول أخرى والحمد لله صار المعرض حضور جميل جداً معروف عن منامري التجريب باستمرار في كل معرض أعيش في حالة من المخاض حتى أطلع تجربة جديدة ففي كل معرض يعني بعدني ممخلصة المعرض ويمكنها استوى يعني يكون موجود أو إلى وجود وإلى فتحضوة بالإعلام والجرائد والمجلات والإعلام الأليكتروني أبدي أفكر بالتجربة الجاية فهذا الشيء خليني دائماً بحراك وعراك داخلي عندي فبالتالي المعرض بيروت حققت بمدى إعلامي كلش واسع الأعمال كانت بـ 23 عمل المعاناة اللي نقلتها وياي كانت هي نقل الأعمال بشكل كله بدعم تلقائي وذاتي من عندي الحمد لله في كل معارضي ما توجهت لي أي مساعدة من أي أحد غير ربي ونفسي ماكوشي بالدنيا أعز من الإبن والابنية لكن فعلاً المنجز أو اللوحة لما يعني أكون معاها وتكون معايا فعلاً تكون بقرب مو طبيعي ربما أقرب ما أقول أعز لكن أقرب من بنتي أقرب من أمي أقرب من زوجي أقرب من كل الناس المحيطين بي يمكن تفهمني وأني أفهمها أكثر من أي إنسان بالدنيا لأنه هذه هي إنعكاس لدواخلي اللي ما مفهومة مقرؤة للآخرين أنا يعكسها على العمل الفني ربما تكون غير مقرؤة ولن يستطيع أحد قراءة دواخل مخفية تكون بدواخل الإنسان يعكسها على العمل الفني غير مترجمة للبعض لكن هي مترجمة من دواخلي فتحس أنه هذه الدواخل هي إنعكست بشكل لون بشكل تعبير بشكل رمزي فمو شرط أنه أنا أشرحها كلها ربما أشياء أكو فيها أسرار تخصني كإنسانة وكفنانة مشاهدين الأحبة في عالم البحث عن أسرار التألق لفنانين عاشوا لحظة الابتكار وتعرفنا من خلال حكايتهم على جوانب أخرى خفية من أعمالهم الفنية وحتى لقاء آخر لكم من أحلى التحايا إلى اللقاء اشتركوا في القناة